الغرض اللي انا عايز اقوله ايه انه الراجل بتاع اليخود ده هو جايلك راكب حاجة 8 ملايين ده مش جاي واخد طيارة مثلا لا 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 هو جاي راكب حاجة الياختي ده ياختي علي ده ملايين الدولارات واخد عندك ارقام مزهلة فالراجل اللي جاي ده هو يا مليونير سلاش ملياردير يعني هو واصحابه وصديقاته وكل الناس اللي جايين في التاع دول ناس اغنية جدا جدا فاللي جاي ده مش يعني مش زي السايح عفوا اللي بيجي لك عايز يدفع 30 دولار في اليوم all inclusive open buffet open bar لا 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 ده زبون تاني خالص خالص يعني جاي مهفف جاي عايز خدمة سبع نجوم مش خمس نجوم جاي يصرف الفلوس بالنسباله مش هيقعد يدقى في فاتورة الميا المعدنية بكام واصلوف مارينة اللي مش معندوش الكلام ده خالص ده دي ناس جاية من حتة علشان تتدلع بيكسبوا ومنحقوا من هما يتدلعوا نهاردة في اجتماع رئيس الوزراء مع عدد من المسؤولين بيتكلموا ان هما هيعملوا واجهة الالكترونية الواجهة الالكترونية دي الاخوت وهي جاية تسجل اسمها وجاية ازاي وحتعمل ايه وبتاع والاتجاه من فين لفين عشان قبل ما ييجي الراجل اللي جاي بالياخت ده الملياردير او المليونير تكون اجراءاته كلها خالصة وده شي جميل بس انا ليا كزموا لحظة مهمة احنا المراين عندنا اللي هو الجامعة المارينة بورسعيد اسماعيلية الغرداء بقى فيه في السحل الشمالي الراجل ده وعيلته اما ييجوا عندك هتعمل لهم ايه يعني انا مثلا انا كنت مش انا يعني الراجل اللي جايلك ده كان في ايبيزا في اسفانيا كان في ميكانوس في اليونان كان في بورتو شيرفو في ايطاليا يعني جايلك من الهفافة يعني جايلك من اللزازة جايلك من اللطافة هو ملياردير يعني معلش اناس ده مش جاي يتفرج على الفنون الشعبية المصرية نستنى بقى بصنية بزبوسة خالص ده ليه طلبات ليه مستوى انا منزل عندك عايز انزل اعمل شوپنج انزل افارتك شوية فلوس هشتري ايه عايز نشتري تيشرتين تلاتة كاب بحر بانطلون مش عارف ايه المادام عايزة ميو هشتري ايه طبعا عايز مطعم مش مطعم بقى عايز ريستوران موسيقى